السلام عليكم اهلا بكم في برنامج التعريفي للتعليم اونلاين النهاردة هنتكلم عن برنامج مهم جدا يهم كل الناس اللي عايزة تتعلم اونلاين سواء هتاخد كورس في اي مجال وانت عاد في البيت محتاج برنامج قوي برنامج تقدر تشوف سواء انت معلم او طالب تشوف الطرف اللي قدامك بالصورة او تكلمه بالصوت او تعمل مشاركة لمادة علمية كورقة او مذكرة او كتاب معاه على نفس البرنامج بحيث هو يقدر يشوفه وانت كمان تقدر تشوفه او تقدر ان انت تعمل حصة افتراضية زي كلاس او فصل وتخلي في اكتر من طالب معاك كلهم يدخلوا في نفس الوقت كلهم يقدروا يسمعوك ويشوفوك ويتكلموا معاك ويتناقشوا معاك يبا احنا النهاردة بنتكلم عن برنامج يشبه تماما الفصل او قاعة او حجرة الدراسة تمام هيغنيك عن انك تنزل او انك تروح في اي مكان في ظل الاوضاع اللي احنا فيها تعالوا نتكلم الاول كده قبل ما نخش في البرنامج وازاي نحمله وازاي نسطابه ونشغله ازاي او ايه اللي انا محتاجه علشان اشغل البرنامج ده اولا حضرتك محتاج جهاز كومبيوتر ووصفاته في المعقول مش هنقول عالية قوي ومش هنقول يعني ضعيفة يعني محتاج مثلا رماد اقل حاجة اتنين جيجا تمام وما اعتقدش ان فيها جهزة دلوقتي الرماد بتاعتها اقل من اتنين لان بطبيعة الحال هيبقى بطيق جدا في كل التطبيقات يبقى نقول اتنين جيجا فيما فوق يفتح ستة او تمانية جيجا محتاج لو عندك لابتوب هيبقى عندك اللابتوب في كاميرا او في مايك وده كده هيغنيك عن انك تشتري كاميرا او مايك طيب لو عندك كيسة كمبيوتر عادية يبقى انت محتاج مايك عايز تجيب مايك بالسماعات اوكي اللي هي الهيدفونز اللي بيبقى فيها مايك عايز تجيب مايك لوحده اوكي وهتحتاج كمان ويب كام او كاميرا خلاص لو انت مدرس خصوصا لو الطلبة محتاجين يشوفوك محتاجين يشوفو انت بتتكلم ازاي بعض المجالات مثلا زي مجالي اللي هو اللغة الانجليزية في شرح الصوتيات الطلبة محتاجة تشوف نطق وازاي بيتم نطق ومخارج الالفاظ واصوات اللغة الانجليزية في مجالات تانية قد لا تحتاج فيها انك تشتغل بكاميرا خلاص اوكي ما فيش مشكلة ولو انت طالب او انت طالبة ومش عايزة تبقى عندك كاميرا مش عايزة حد يشوفك ليك مطلق الحرية بتستأذيني القائم على الكورس تمام لو في اي حاجة بيبقى التعليم عن طريق الصوت فقط تمام محتاج كمان سرعة انترنت عالية جدا خلاص ويفضل من السرعات الحديثة اللي هي بتتابع انها شركات الاتصالات كلها اللي هي 30 احنا بنو عليها 30 ميجا خلاص سواء بقى جبت من اي شركة من الشركات الاربعة اللي عندنا في مصر خلاص ولا يفضل السرعات القديمة اللي هي كانت قبل 30 ميجا في اناس لسه مغيرتش لو في حد لسه مغيرش يعني عنده سرعة خمسة ميجا مثلا اتنين ميجا كلام ده كله طبعا هيقطع وكمان بيزيد العبء لو انت عندك طلبة كتير بيخشوا على نفس الفصل حيبتدي ده يكلم وده يكلم وده يكلم وده يكلم وده يخش وده يدخل وكل واحد هيسبب ضغط على الانترنت اللي عندك طالما انت صاحب المجموعة او انت المدرس او انت الانستركتر اي ان كان فيفضل يكون عندك سرعات انترنت في البيت تبدأ من 30 ميجا وما يكونش في نفس الوقت في حد بيتفرج على يوتيوب مثلا من على نفس الخط يعني احد رايبك او ابن العيلة او كده لا فضل تخلي الاتصال كله قائم على شرح الدرس وما فيش حد تاني جنبك بيستخدم الانترنت تمام خلاص يبقى كده عايزين جهاز كمبيوتور متوسط الى قوي تفعش الاجهزة الضعيفة عايزين مايك يكون سوتو حلو وكاميرا يكون سرعة حلوة وعايزين كمان سرعة انترنت لا تقل عن 30 ميجا بايت او 30 ميجا في السنة بعد كده بعد كده ما علينا الا ان احنا هننزل البرنامج بتاعنا خلاص ونشوف الشرح ازاي بنحمل البرنامج خلاص وازاي ان احنا بنسطابه ونشغله تمام خلونا هنبدأ كده مع بعض على جهاز الكمبيوتر اول حاجة هعملها انا بالنسبة لي هنا ان انا هقوم بتشغيل بازالة النسخة لان انا عندي نسخة نسخة البرنامج اللي احنا جدا تقدر بمئات الملايين على مستوى العالم بتستخدمه في شرح اونلاين وطبعا مع تزايد موضوع الكورونا والكلام ده ودروس الانلاين نسبة بتقعد في البيت كتير فلذلك يعتبر احسن وافضل البرنامج خلاص انا اول حاجة هعملها بس ان انا هشيل البرنامج علشان نبدأ مع بعض من اول وجديد خلاص فانا بس هقوم بازالة البرنامج معاكو دلوقتي وننزله من اول وجديد علشان نشوفه مع بعض ادي البرنامج زوم هعمل له ازالة خلاص حاليا بنقوم بازالة البرنامج علشان لما نيجي ننزله تبقى الخطوات كلها مصبوطة وصحيحة خطوة بخطوة تقدر ان انت تشارك الفيديو ده بقى مع اي حد لو انت تيتشر عايز تعلم الطلبة بتوعك ازاي البرنامج بيشتغل تبعت لهم الفيديو لو انت ستودينت وعندك حصة قادمة على برنامج زوم خلاص هتتفرج على الفيديو عشان تعرف البرنامج بيشتغل ازاي خلي بالكم معايا اول حاجة هندخل على الرابط ده زوم دوت يو اس شرطة ميلة سابورت شرطة ميلة داونلود تمام هندخل الرابط ده في جوجل كروم او في فاير فوكس او في المتصفح اللي عندنا ونتك انتر خلاص هيقوم المتصفح بعد كده بدخلنا لموقع تحميل زوم للكمبيوتر طب هل برنامج زوم ينفع ينزل على الموبايل اه ينفع ينزل على الموبايل طب انت بتفضل ايه انا بفضل الكمبيوتر عشان الشاشة تبقى كبيرة قدامك وتقدر ان انت تسمع كمان بوضوح سماعات الكمبيوتر اعلى خلاص ومع بعض ابتدنا ازباتي ننزل البرنامج هو صغير خالص مساحت 12 ميجا ولذلك ما بياخدش ثواني معدودة خلاص زي ما انتوا شايفين كده البرنامج كده خلاص نزل هقول افتح البرنامج بتاعي خلاص هيجيب لي الشكل ده بداية الانشيلايزينج او البدء بتاع تصطيب البرنامج خلاص اداني رسالة yes ولا no ايوا yes عايزة اثبت البرنامج طبعا عندي خلاص ابتدى يديني كلمة installing ده معناها ان هو بيسبت البرنامج زي ما انتوا شايفين فيش خطوات خالص تمام حاجات بسيطة خالص كده البرنامج نزل تمام وكده اقدر ان انا دلوقتي ابدأ في استخدام البرنامج بتاعي طيب اداني شكل البرنامج زوم وبيقول لي join a meeting او sign in تمام طيب لو عملت join a meeting فقط من غير اي حاجة ده معناه ان انا طالب وان انا هنضم لمجموعة فيها او في حصة هتبدأ اونلاين وانا بس مجرد ان انا هشترك في الحصة دي وبالتالي بيكون المدرس او الاستراكتور او الشخص اللي بيدينا الكورس بعت لنا link تمام اللينك ده في اه دعوة لمحاضر على زوم في الوقت مسلا وانا يكون استاع تمانية مسلا من ده خلاص بيبعت لي link فما ادخل على join a meeting خلاص فبيقول لي enter meeting id or personal link name خلاص طيب تعال ندور دلوقتي انا عايز اجيب meeting id او personal link name خلاص طيب هخش كده خلاص ونجيب meeting id من الدعوة اللي جاي لنا سويني كده هشوفها محفوظة في الكليب بورد ولا لا خلاص نعمل كده لا همش محفوظة في الكليب بورد تمام خلاص اذا انا عندي مفيش مشكلة تماما خلاص هجيب meeting id بتاعتي من الرسالة اللي بعتها لي المدرس تمام وبكده يبقى انا بدأت ان انا اخد الكورس بتاعي تمام تعالوا كده نشوف هنا زي ما انتو شايفين في رسالة جات لي بدعوة للدخول على اجتماع اه حصة اونلاين من النهاردة تمام وانا طالب وعايز ادخل تمام فبتوجه للرسالة طبعا الرسالة دي تجربية احنا عاملين كده رسالة تجربية ادي الرسالة قدامنا احمد الهندوي is inviting you to a scheduled zoom meeting بيدعوك ليه اه اه اجتماع على زوم topic yalla speak free session ده بنتكلم مع بعض محادثة باللغة الانجليزية تمام اه time الوقت اللي هكون فيه المحادثة هو استقزينكم بس عشان الادام بنرجع تاني بعد الادام ورجعنا لحضراتكم مرة اخرى طبعا بنكمل ببرنامج بتاعنا برنامج زوم لكورسات اونلاين عرفنا بعد كده ان ممكن يجيلك دعوة من مدرسك او الشخص اللي هديك الكورس يبعط لك الدعوة دي عن طريق رسالة بعتها لك على الواتساب على المسينجر اي حاجة تمام الرسالة عبارة عن دعوة للدخول على برنامج زوم وبدء الكورس تمام هنا عمدي اه ده شكل الرسالة بيقول اه فلاني فلاني بيدعوك ليه اجتماع على زوم عنوان الموضوع كذا كذا اه مسلا من دو انت مدرسي انجليزي تدي جرامر اه حتشرح النهار ده مسلا القاعدة الماضي البسيط تكتب اه محاضرة تعريفية لسا تتعرف عن الناس تكتب خلاص تمام طايم الوقت الاجتماع ده هيبقى موجود فيه النهاردة اه الساعة تمانية بتوقيت القاهرة تمام شايفيني اللينك اللي تحت ده مجرد ما اضغط على اللينك اللي تحت ده من غير ما اعمل اي حاجة هيدخلني على اه الاجتماع مباشرة طيب اللي عايز امشي بخطوات بسيطة اعمل اي عشان ادخل على الاجتماع هجيبي الميتنج ايدي ده كوبي واحطه هنا تمام وبعدين بيقول اسمي ايه اللي انا هدخل بي اللي المدرس هيشفني بيه احمد مسلا اه افتكر اسمي في الاجتماعات القادمة اقول له ماشي ده لو انا عايز ادخل الاجتماع وصوتي مايطلعش او صوتي مش هيباني طبعا مش هنعملها لان طبعا الصوت مهم ممكن بقى لحسب انت مش عايز تشغل الكاميرا بتاعتك تقول له تيرن اوف ماي فيديو وبعدين هنضغط على كلمة جوين لازم تمام انتر ميتنج باسورد طب الاجتماع ده اه بنبعد باسورد مش عايزين اي حد يخش على الناس اللي احنا عايزين لهم يخش الاجتماع فقط فنبعد له الميتنج اي دي والباسورد الباسورد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام جوين اميتنج تمام خلاص بها يديني يقولي بليز ويت كده احنا خلصنا هنا مش عايزين حاجة بليز ويت فور زا هوست تو ستارت زا ميتنج خلاص طيب الهوست بتاعك المفروض يكون فاتح مين الهوست الشخص اللي عامل الاجتماعي المدرس او التيتشر او الانستراكتور تمام بيكون طبعا في المعاد هو فاتح البرنامج قبليك بلاص تمام في اللحظة دي بيقولي ان هو مستني صاحب الاجتماع ان هو يدخل لو صاحب الاجتماع دخل هيبتدي يفتح لي صفحة الايه الزوم طب تعالوا كده نخش هنا سبنا بقى من الصفحة دي خالص اللي مستني الزوم وانا بقى كمدرس او تيتشر هعمل ايه هعمل ساين ان انا عندي حساب خلاص طب ما عنديش حساب على زوم طب شايفين ساين اوب فري دي هنعمل عليها ونتكي على ساين اوب فري خلاص لما نضغط على ساين اوب فري هيجيب لنا صفحة التسجيل اللي على اساسها هنبتدي نسجل نفسنا كمستخدمين جدايات على برنامج زوم خلاص كده في مشكلة يبقى بكل بساطة ما عنديش حساب على زوم اقدر اخش اي اجتماع عادي ما فيش مشكلة تمام كده زي ما احنا شايفين كده من النافذة اللي تحت مجرد ما صاحب الاجتماع بدأ الاجتماع هعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها قبل كده حط الميتنج اي دي حط الباسورد هدخل الاجتماع صفحة الاجتماع هتفتح اقدر ابتدي ايه الدرس وابتدي اشوف المدرس واسمع المدرس واسمع الطلبة والاجتماع هيمشي طيب انا صاحب الاجتماع او عايز يكون ليه حساب على زوم خلاص يبقى هنعمل sign up for free خلاص sign up for free تمام كده اوكي عملنا sign up for free تمام تعالا بقى نشوف خلاص بعد التسجيل هيبقى عندي الايميل بتاعي والباسورد هكتب الايميل والباسورد تمام طيب دلوقتي صفحة التسجيل فتحت خلاص وانا دلوقتي هبتدي اسجل بياناتي كمستخدم جديد على برنامج زوم تمام طبعا صفحة البيانات زي كأنك بتعمل حساب حساب على الفيسبوك او بتعمل ايميل مطلوب منك تدخل شوية بيانات الاسم الايميل بتاعك تمام شوية حاجات كده وتعمل accept وتخلص زي ما هنشوف دلوقتي وبعد كده تبتدي تدخل في زوم بحساب اساسي ويبقى لك حساب على برنامج زوم طبعا على ما الصفحة تحمل كده عايزين بس نشوف ايه الفرق ما بين زوم المجاني وزوم المدفوعة برنامج زوم المجاني يسع فصل لاربع اشخاص يعني اقصى عدد تقدر ان انت دخلهم مع بعض في برنامج زوم المجاني هو اربع اشخاص واقصى عدد واقصى مدة تقدر تبدأ فيها درس خلاص من خمسة واربعين دقيقة لساعة تمام ممكن تبدأ طبعا اقل من خمسة واربعين دقيقة بس الحد الاقصى تمام بتاعك هيكون ساعة طيب زوم المدفوع لو انا مثلا عايز بقى عندي بزنس عندي مدرسة عندي سنتر كورسز مدرس وعندي كورسات كتير هتدي اشتري زوم المدفوع ده بقى بيسمح لك بعدد افراد اكبر وبوقت اكبر خلاص تمام طيب هنبتدي من هنا نختار تاريخ الميلاد وليكن مثلا هتختار تاريخ ميلادك اي حاجة كده فبراير ثلاتة فبراير تمام 1988 و هقول له كونتينيو تمام جميل جدا اختارت كده تاريخ الميلاد وعملت كونتينيو اديني الامير بتاعك هقول له ماشي خلاص اخد الامير بتاعه اهو تمام كزا 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 ااتي اهو دوتكم. ماشي. نصلح بس دي. تمام? طيب. اعمل لي ساين اوب حاطر. ادي ساين اوب. تمام? خلاص. اه الصورة بيقول لي دور على حاجة فيها اه او عجل. فبعلم له على كل الصور اللي فيها صورة عجلة. تمام? خلصت كده. في واحدة كمان ظهرت ايه. بعلم عليها. شوف اي صور تطلع لي بصورة فيها بايسيكل. تمام? جاي لي واحدة تاني في نفس المكان. تمام? بنتظر. ها. ظهرت صورة مختلفة. خلاص. ما عادش فيه صور لاي بايسيكل. اقول له يعني تأكد. خلاص? تمام كده? شكرا. كده تمت عملية التسجيل. بعد ايميل للايميل بتاعي على الياهو. بدخل على البريد الالكتروني بتاعي الياهو. بلاقي اللينك بتاعي. بدخل على آآ اللينك بيتم تفعيل الايميل. ونرجع بقى تاني للصفحة اللي احنا كان المفروض ندخل فيها الايميل بتاعنا والباسورد. تمام كده? بتدي بقى ادخل ايميل. طبعا انا مسجل بايميل تاني اللي هو ايميل اخر. على جيميل. تمام? وبكده. اقول له خليني ادخل على طول. ماشي بعمل كده. اه فيه غلطة في الايميل سانية واحدة او الباسورد. تمام? نجرب مرة اخرى. تمام? نجرب الدخول تاني. طيب. ما زال بيقول فيه غلطة? نشوف كده. نجرب مرة اخرى. طيب. اوكي واضح ان فيه حاجة. تمام? هنشوفها دلوقتي. فيش اي مشكلة بالنسبة لنا. المهم. نحاول طيب ندخل اه بجوجل او بفيسبوك. تمام? اوكي. اه. طيب انا فتكرت دلوقتي. هو احنا احنا مش عامله على الايميل ده. هو انا عامله على الايميل ده. تمام? هندخل. تمام? بكل بساطة دلوقتي دخلنا على برنامج زوم بالايميل. باسورد. تمام? وبالتالي. احنا كده. ممكن نقدر ندخل الاجتماع. ببساطة جدا. تمام? وانا كهوست. تمام? ببتدي. ابدأ الاجتماع بتاعي. بيبدأ الاجتماع بتاعي يفتح. ممكن اخش في دي. واشوف الاجتماعات اللي انا حددتها آآ قبل كده. او اعمل على كلمة شايفين الميتنج ده? الميتنج ده اللي احنا دخلناه في الاول باليوزر نيم والباسورد. تمام كده? اقدر ان انا ابدأ الميتنج. بس امتى هينفع ابدأ الميتنج? هبدأ الميتنج الساعة. تمام? تماني. خلاص? هيبتدي كلمة دي تظهر معي مفعلة باللون الازرق. اضغط عليها وهبدأ الاجتماع. تمام كده يا جماعة? خلاص? ده كان شرح مبسط لبرنامج زوم كلاود. وان شاء الله هنعمل جزء تاني من داخل البرنامج. نشرح ازاي بنتكلم. ازاي بنعمل الاجتماع. ازاي بندير برنامج زوم كلاود ميتنج من الداخل جوه الفصل او الحصة الونلاين. كان معاكم مستر احمد الهندوي. وان شاء الله اشتركوا في فيديوهات اخرى. وسلام عليكم.